السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أعزائي المشاهدين أعزائي المشاهدات نرحب بكم اليوم في حلقة جديدة وموضوع جديد بعنوان الفلاحة وتربية الحيوانات في الجزائر الزراعة في الجزائر قطاع استراتيجي في الاقتصاد الوطني فهو يشغل 2.5 مليون وظيفة ولا يزال يلعب دوراً هاماً لذلك خصصت الجزائر جزءاً كبيراً من مجهوداتها لتكثيف الزراع وحصة القيمة المضافة الزراعية في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 29.3 مليار دولار وقدرت المناطق المروية ب700 ألف هكتار من مجموع 28.2 مليون هكتار والإنتاج الزراع في الجزائر متنوع لكنه يخضع لعامل التقلبات الملاخية وذلك مما يجعله يتغير من سنة إلى أخرى ومنها الحبوب فقد بلغ إنتاج الجزائر للحبوب سنة 2010 بحوالي نسبة قياسية قدرت بـ 17.5 مليون طن وهي المحصول الزراعي الرئيسي حيث تشغل 3.4 مليون هكتار أي 46% من الأراضي المزروعة في المناطق الشمالية ومردودها ما زال ضعيفاً حوالي 56 قنطاراً على هكتار هناك مقارنة بسنة 2006 حيث بلغ الإنتاج 27 من 10 مليون قنطار وتمكنت الجزائر من تحقيق اكتفائها الذاتي من البطاطا مثلاً وبالنسبة للخضر الجافة الخضروات الجافة وهي زراعة معاشية في الجزائر ومردودها ضعيف تمارس بالتناوب مع الحبوب في المناطق التلية أما الأشجار المثمرة فتقدر مساحتها بـ 1 مليون هكتار ومن أهم أنواعها الزيتون يغطي 450 ألف هكتار أي 2 على 3 هذه المساحة توجد في خمس ولايات هي باجية التي تضم وحدها 30.8% منها وتيزي ووزو والبويرا وجيجل وولاية قالامة وستولايا معسكر وضبط مدينة السيق يقدر العدد الكلي للأشجار المزروعة بـ 52 مليون شجرة وأيضاً قد بلغ الإنتاج في السنوات الخمسة الأخيرة حوالي 700 ألف طن وذلك في المتوسط ولتحتل الجزائر المرتبة الثامنة عالمياً في إنتاج الزيتون بنوعيه الموجه للزيت أو المائدة ويقدر معدل استهلاك الفرض الجزائري سنوياً من زيت الزيتون بـ 5 لترات أما الكروم فقد تقلصت مساحة زراعة الكروم إلى 97 و 696 من ألف هكتار تنتشر في المنطقة التالية المواجهة للمطر وخاصة الجزء الغربي منها وهران أما الحمضيات فتتركز في الشريط الساحلي وتقدر مساحتها بـ 65 ألف هكتار وقد بلغ الإنتاج السنوي سنة 2010 حوالي 11.5 مليون قنطار تضم أبرز الولايات غير الزيان والبليدة والشلف ومعسكر أما النخيل فتتركز معظم وحدات النخيل في السحراء الشمالية الشرقية وتقدر بـ 21.2 مليون نخلة تتوزع على 17 ولاية بمساحة إجمالية تقدر 200 ألف هكتار وقد أنتج سنة 6.5 مليون قنطار بأنواعها المختلفة أهمها دقلة نور التي تمثل 49% من إنتاج التمور والدقلة البضاء التي تأتي في المرتبة الثانية بنسبة 30.2% من مجموع إنتاج كما تحتل أيضا ولاية بسكرة المرتبة الأولى في إنداج دقلة نور المحاصيل الزراعية الصناعية أهمها الطماطم الصناعية التي وصل إنتاجها إلى 10 ملايين قنطار والتبغ والبنجر السكري وتخصص لها أخصب الأراضي الزراعية وتنتشر في السهول الساحلية والأحواض الداخلية على مساحة تقدر بنحو 39.164 من ألف هكتار وتوسع زراعة الطماطم لتندمج في الواحات في بعض مناطق الجنوب مثل أدرار أما بالنسبة للثروة الحيوانية الجزائرية فهي تقوم تربية المواشي في الجزائر على خمسة أنواع رئيسية هي الأبقار والأغنام والماعز والخيول والجمال تتصدر تربية الأغنام الإنتاج الحيواني بطريقة الرعي الواسع في الهضاب العليا بصفة خاصة ويبلغ عددها 32.937.570 مليون رأس حسب منظمة الأغذية والزراعة أما تربية الأبقار فتسود في المنطقة التالية وخاصة في الإقليم الشرقي منهم وبلغ عدد الأبقار في أفاق عام 2015 حوالي 619 ألف بقرة ويوجد حوالي 130.185.000 رأس من الدواج حسب إحصائيات عام 2014 يبقى النقص الآن واضحا في المنتوجات الحيوانية سواء في مدة الحليب أو اللحوم وذلك يؤدي إلى الاستيراد رغم دعم الدولة للمنتجين وبلغ إنتاج الحليب في أفاق عام 2015 تلاتة وتمانية مليار لتر تقدر عدد المشاريع المسجلة لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار لفترة 2002 حتى عام 2012 في مجال إنتاج الحليب به 295 مشروع وصل عدد مناصب الشغل في إنتاج الحليب حوالي 10274 تقدر أيضا عدد المشاريع المسجلة لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار لفترة 2002 حتى 2012 في مجال الفلاحة ب612 مشروع هكذا انتهت حلقة اليوم التي كانت بعنوان الفلاحة والتربية للحيوانات في الجزائر اتمنى ان تكون الحلقة افادتكم الامل ان نلقاكم قريبا باذن الله تعالى في حلقة جديدة وموضوع جديد كان معكم الفقير وإلى الله المهندس اشرف اسامة من قناة والمتوضع على اليوتيوب اشتركوا في القناة